السلام عليكم يا شباب معكم كائم من ابديت تاك في مقطع اليوم سأقدم لكم مواجهة خفيفة عن هاتف هواوي نوفا 7 اي فهو احدث هاتف للشائكة للفئة المتوسطة والذي اعتمى احدث نظام تشغيل والعدد من نقاط التميز طبعا سنقوم بمواجهة جميع خصائص ومواصفة الجوال واذا ما اعطتم مواجهة لأي هاتف لا تنسوا تراك لنا تعليق على الفيديو ولا تبخلون بلايك وفي الحين خلونا نبدأ تم اطلاق هاتف هواوي نوفا 7 اي شهر في فييه 2020 الجهاز مصنوع من الزجاج في الامام والبلاستيك في الخلفية والاطاع فيأتي بابعد 159.2 ميليمتر للطول و76.3 ميليمتر في العرض وسمكه 8.7 ميليمتر بوزن 183 غام من ناحية الهاتف فيأتي الهاتف بمعالج 80 نوات اثنين بسرعة 2.27 جيجا هاتز وستة بسرعة 1.88 جيجا هاتز من نوع كيين 810 بتقنية معالجة 7 نانومتر ومعالجة رسومية مالي جي 52 ام بي 6 وام 8 جيجا بايت وذكية تخزين داخلية بـ 128 جيجا بايت قابلة للزيادة بذكية اضافية 126 جيجا بايت مع الاستغناء عن الشائحة الثانية يأتي الهاتف بنظام اندرويد 10 ووجهة استخدام EMUI 10 فيما يخص الشاشة فتأتي بالنوع LTPS EPS LCD بحجم 6.8 إنش بنسبة 83.5% من حجم الجهاز اي بمساحة تقدم بـ 11.8 سنتيمتر مؤبع بضيقة 2310 في 1080 بيكسل وابعد 19.5 إلى 9 بكثافة 398 لكل بوصة يأتي الهاتف ايضا بكاميرا خلفية اوباية العدسات الاساسية بضيقة 28 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 والثانية بضيقة 8 ميجا بيكسل والثالثة بضيقة 2 ميجا بيكسل وعابعة بضيقة 2 ميجا بيكسل كما تدعم الـ HDR, Panorama, Face Detection و Touch Focus اضافة لفلاش LED احادي وتصوير فيديو بـ 30 اطافة الثانية للـ Full HD وكاميرا سيلفي اماميه واحدة بضيقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.0 بالنسبة لبطائية Nova 7i غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 8200 ميلي اومبار تدعم الشحن السائر بقوة 40 وار كما يحتوي الجهاز على منفذ سماعة 3.5 ميلي متر ومنفذ الشحن من نوع C اضافة الى منفذ لشائحة اتصال بحجم نانو ويدعم شبكة الجيل عابع والواي فاي بلوتوث GPS عاديو FM والVR يدعم ايضا مستشعات البوصلة التساؤع التقاوب اضافة الى خاصية الفتح بالبصمة ويأتي الجهاز بعدة الوان الاسود الاخضاء والواضي يبدأ سعى الهاتف من 230 يور وبهذا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو حاولنا تطعق فيه الى كامل تفاصيل حول هاتفه وينو با 7i نتمنى ان نكون قد افدناكم لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة والسلام عليكم